الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا أنت قلت وقولك الحق المبين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لا إله إلا الله رب الأرضاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت في الناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم غير عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا وذليلنا إليك وإلى رضوالك وجناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من من يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من من يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا من من يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من من يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا من من يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعناء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا من من استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الناذمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم نافعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أوضح كتبك نظاما وأصدقها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان غاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد وألحقنا بكل بر سعيد واجعلنا ممن يعمل كل عمل رشيد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعله شافعا لنا وحجة لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى الجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزخ إلى قفاه إلى النار برحمتك يا عزيز يا غفار